كان للقطاع الصحي نصيب وافر من اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله حتى أضحى يتبوأ مستوى رفيعا في تقديم الخدمات العلاجية والصحية وأثبت جدارته في مواجهة مختلف التحديات مسرورة جدا لأشوف هذا المكان يعني كله يدار من قبل بناتنا وابنائنا وهذه الحقيقة سرورة أن أعتزبه وافتخربه فالله إن شاء الله يدوم علينا هذا العمل وهذه الجمعة طيبة إن شاء الله والله يوفقنا لخدمتها للبلد وشعبها للبلد قال فقيد الوطن ذات يوم هم كما عاهدناهم دائما جنود مخلصين في ميدان التحدي من أجل أن يبقى وطنهم سالما معافا ينعم فيه الجميع بالأمن الصحي بمثل هذه الكلمات الثمينة كان يصف الأب الحاني خليفة بن سلمان رحمه الله أبنائه وبناته من الجيش الأبيض الذي كان يمسح بيديه الحاني عليهم ويحفزهم بكلماته التي يتخذونها متاعا لهم في دنيا سعيهم لمهنتهم الإنسانية كان فقيد الوطن دواء لكل من كان به داء كان فقيد الوطن بلسما لكل من كان به ألم أليس هو من كان يؤكد أن ضمان الصحة وسلامة المجتمعات والشعوب تمثل أولوية متقدمة؟ فمنذ بزوق فترة رئاسة الأمير خليفة بن سلمان للحكومة كان للقطاع الصحي نصيب وافر من اهتمامه النابض بالجود والخير فأيدي فقيد الوطن قطت على كل الخدمات الصحية من خلال تشييد العديد من المراكز والمستشفيات والعيادات الخاصة وتوفير أحدث الأنظمة العلاجية والإجهزة الطبية الحديثة هو من قال أيضا حينما حطت الجائحة برحالها بأن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة حرست في ظل الظروف الاستثنائية على تقديم كل الدعم والإسناد للمواطن والمقيم بما يضمن سلامة المجتمع وصحة أفراده جميعا وبما يكفل الأمان الصحي والاقتصادي والاجتماعي لهم فوقف بمعاية سمولي العهد بكل حكمة أمام تحديات وتداعيات الجائحة العالمية دائما وأبدا إنجازات فقيد الوطن تتجاوز حدود المكان وتصل إلى أعماق العالم آخرها مبادرته الكريمة التي تنص على إنشاء أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتماد يوم للطبيب البحريني في الأربعاء الأول من شهر نوفمبر وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في مجال البحث العلاجي والطبي الأمر الذي يعكس جزءا أصيلا من ثقافة التكريم وتعزيز الإبداع والتميز للفقيد أديات التي تواجه المجتمع الدولي في مسيرته لتحقيق التنمية المستدامة متداخلة وتتطلب معالجتها تضافر الجهود على كافة المستويات الوطنية والأقليمية والدولية ومن دون ذلك سيتعذر تحقيق التغيير الحقيقي اللازم لتأمين مستقبل أفضل لحياة البشر وبفضل نهجي ودعمي وعطاء فقيد الوطن في المجال الصحي فقد تم تكريمه في العديد من المحافل الأقليمية والدولية نذكر منها في هذا الصدد تلك اللحظات حينما تم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي في المجال الصحي أرفانا وتقديرا لإسهاماته وما حققه من نجاحات وإنجازات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي مسيرته رحمه الله في المجال الصحي مثمرة خيراتها تعد ولا تحصى فهو من كان شعلة للكادر الطبي وهو من كان بسمة تخفف من ألم المريض وهو من دعا إلى وضع استراتيجية عالمية تعزز حق الأمن الصحي للشعوب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي تقف الأبجدية خجولة في صياغة كلمات تصف هذا الإبن البار الفقيد الباقي متجذرا في قلب أمه البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر